بسم الله الرحمن الرحيم أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ هذه الآية أيضا لبيان سبب آخر من أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل وهو عدم الاهتمام والاعتناء بالأحكام الواردة في كتاب الله أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ هذا إنكار على اليهود الذين كانوا يكفرون بالله ويخالفون أوامره أكفروا بالله وخالفوا أوامره فكلما عاهد اليهود عهدا يجب الوفاء به مثل العهود التي أخذها الله تبارك وتعالى عليهم عبر الأنبياء السابقين بلزوم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وكعهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله بأن لا يعينوا عليه أحدا لكن نبذه فريق منهم يعني طراحه ونقضه ولم يعمل به فريق منهم يعني جماعة منهم في مقابل الفريق الآخر اللي وفى بالعهد وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله مثل عبد الله بن السلام أما أكثرهم فلم يؤمنوا ولم يفوا بالعاهد بل أكثرهم لا يؤمنون فهذه الآية انكار عليهم في نقضهم لعهود الأنبياء السابقين حيث أمروا بطاعتهم فلم يطيعوا ونقضوا عهود رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة نظير وقريضة والمراد من الإيمان في هذه الآية إما الإيمان بالعهود وإما الإيمان بالله ورسله وإما الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وفي الحديث الشريف بل أكثرهم لا يؤمنون أكثر هؤلاء اليهود والنواصب لا يؤمنون في مستقبل أعمارهم لا يراعون ولا يتوبون مع مشاهدتهم للآيات ومعاينتهم للدلالات فتكون هذه الآية بهذا التفسير من المعجزات حيث تخبر عن أمر مستقبلي فالمعنى أن هذا الفريق الذي ينقض العهد سيبقى أكثرهم على الكفر وقد تحقق هذا الإخبار وثبت صدقه بالمشاهدة والعيان ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولأن اليهود لم يريدوا الوفاء بالعهود وصل بهم الأمر إلى ترك التوراة ولما جاءهم يعني اليهود رسول من عند الله كالنبي عيسى صلوات الله عليه وكرسول الله صلى الله عليه وآله وقد بشر بهذا الرسول في التوراة وانطبقت عليه تمام الأوصاف الواردة في التوراة وهذا الرسول مصدق لما معهم فتحققت البشارة وثبت صدق التوراة لكنهم بدل التصديق نبذ فريق يعني ترك جماعة من الذين أوتوا الكتاب من اليهود الذين آتاهم الله التوراة وهم علماء اليهود وأحبارهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم يعني تركوا العمل بأحكام التوراة مثل الإنسان اللي يرمي شيئا لا يحتاجوا إليه وراء ظهره استغناءا عنه وتركوا أوامر التوراة باتباع الأنبياء عليهم السلام من بعد موسى صلوات الله عليه كأنهم لا يعلمون بأن هذا كتاب الله ويحرم نبذه فلم يهتموا بما في كتاب الله كأنهم جهان فالمعنى أنهم علموا لكنهم عاندوا وأنكروا وفي مجمع البيان عن سفيان بن عيينه أنه قال أدرجوه يعني التوراة في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حراماه يعني أنهم في الظاهر احترموا كتاب الله اللي هو التوراة ولكنهم عملا رموه وراء ظهورهم فتركوا العمل به وهذا تحذير لنا نحن المسلمين حتى لا نصبح مثلهم وبالفعل قد أصبح كثير من المسلمين في الحال الحاضر مثلهم يحترمون القرآن في الظاهر يطبعونه أفخر الطبعات ويذهبونه ويكتبونه بخط جميل وبالفنون التشكيلية لكنهم لا يعملون به إلا بأقل القليل لذا يشتك الرسول صلى الله عليه وآله عليهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فعلينا الاعتبار مما آل إليه أمر اليهود فنتمسك بالقرآن ونعمل به لكي يعود إلينا عزنا وسيادتنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين